ده كانت مسألة مهمة جداً ولكن غداً سيمبا والرسالة وصلت الحقيقة الفريد تنزاني من بعد مباراته في ملعبه مع الأهل والتعادل 22 وتصريحات مسؤولي مجلس إدارة سيمبا سواء عضو مجلس إدارة في مدخلات أو المدرب البرازيلي كل كلامهم أنه سيمبا قادر على أن يفعلها فسيمبا فريق دائماً ما يقدم ما هو غير متوقع وإنه إذا كان الأهل تعادل معهم في دار السلام وهم يرون أن الأهل الأقوى والأفضل في أفريقيا قال لك ما احنا سجلنا فيه هدفين ليه ما نقدرش نسجل في القاهرة وبيفكروا أو بيذكروا بأنهم سبع عملوها مع الزمانك في 2003 وأقصوه الحقيقة رسالة بكل هذه المضامين اللي فيها قدر هايل من الثقة أعتقد تحمل رسالة مهمة لعبة الأهل شوف هي مش رسالة جديدة هو كلام ده تقال في مباراة الزهاب أي إن إحنا أصحاب يعني قال الأهل عظيم وتعالي سنفو نقصيه طبعاً ظروف المباراة سمحت إن كلامه ينبقى بالطريقة دي ولكن الأهل ما أن يسترد مستوى عليه الرد هو لاعبوه وممكن ياخدوا دوافع وجرس تنبيه زي ما أنت بتقول من هذه التصريحات الناس يا جماعة مش هتاخدكم بمتهى الجدية والكرة فيها العجب لما بتدي ظهرها ما فيش كبير وصغير فلابد من يعني أنا قريت تصريح قريت تصريح تمرين سنبا وتد تمرين قريت تصريح لكولر قال لا مش هسمح بالأمور ده يتوبة كده لازم التركيز الكامل ما ينفعش نبقى بهذه السيطرة وهذه الفرص وما نطلعش كاسبانين مش هسمح بهذا ده كلام صحيح يعني انت فيش فريق في مباراة زي كده في الدور الأفيقي يضيع خمس ستة فرص ومش عايزين الموضوع عصر يتعلق بالهيبة مش عايزين استعود على أن لم يبقى فيه فوارق فنية أن يتعامل معاك كده واني كنت شايف أن الأربع ماتشات يعني الخسم أمام ساندوند والخسم أمام الوداد والخسم أمام الرجاء يعتبر سنبا هو أقوى الخصوم ككورة بقى أنا شفته يعني بيمسك ويلعب وبتاع اللي هي الأربع اللي هما التصنيف التالي أنا شفت أن ينبأ أطوال فريعة وقوة بدنية وسرعات جامدة جدا لكن عشوائية فضيعة أيه باصي 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 جامد ما يتحرك من ما فيش ربط ما فيش فرص حقيقية الخطورة جاية من القوة البدنية المفروطة بتاعته لكن لما يقابل فرقة زال وداد بخبراتها لا تقدر تكسب ويقدر تحصل على طرد وتقدر فإحنا عايزين النادي الأهلي يستثمر خبراته في أنه يعني بإذن الله يحقق لجماهيره هذه أو خطوة الهمة لأن زي ما أنت بتقول البطولة دي جديدة المرحلة الجاية تعني خطوة مهمة وأيضا فلوس طبعا أنت محتاج لكل مالين بالعملة الصعبة في وقت الناس كلها مش عارفة تجيبها إزاي العملة الصعبة دي أيه من خلال بطولات أي ما قدرش أن أنا أقعد شايل هم فرقة إلا لما وصلها أي وحلال حلال بعد طيب بكرة المباراة الساعة خمسة ليه الساعة خمسة ده قرار اللجنة المنظمة للبطولة حسب الظروف التسوقية وظروف البس والنقل التلفزيوني في مختلف الألحاء القارة فثبتوا المعادة عند الساعة خمسة بعد الضهر المباراة حيديرها تقم تحكيم من الكونغو الديمقراطية جون جاك نادالا جنبي ده الحكم الساحة بيعونه الأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سنتوس ده مساعد أول والموزنبيقي أرسينو شيندريك مرنوجا ده المساعد الثاني الكونغولي مثل نكونه ده الحكم الرابع وعلى غرفة الفار السناء المغربي عادل زوراق وحمزة الفارق شوف يا أستاذ إبراهيم أتمنى أتمنى مرة ما نشعرش بالقلق من التحكيم يعني ما يكون لك ضربة جزاء كل الناشة فيتها إلا الحكم اللي رفض يشوفها حتى بعد ما راح للفار في نفس الوقت محمد عادل استدعى الحكم عشان يقوله لا ده فيه ضربة جزاء لصالح لصالح الوداد وفيه طرد لصالح الوداد ما كانش القرار كده والحكم استجاب لأن المساء اللي ما تكون واضحة أنت مشكلتك إيه أنك أنت في المساء الواضحة تاخد قرارك اشتركوا في القناة